بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم رمي الكرة واستلامها للزمين المقابل معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نبقى نستعرض مع بعض أهم متطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المتطلبات الراحة الكافية بعد أداء النشاط البدني ومجهود رياضي يحتاج الجسم إلى راحة كافية وتكمل الراحة في النوم من 6 ساعات إلى 8 ساعات ليلاً بعد ذلك أبطال التغذية الصحية أو التغذية السليمة الغذاء مهم جداً لماذا الغذاء مهم؟ لأن الغذاء يمد الجسم بالطاقة ولم يكن تحتوي وجبات الغذائية الثلاثة إفطار الغذاء والعشاء على العناصر الغذائية المهمة الكربوهيدرات والبروتين والدهون والأملاح والمعادن بعد ذلك يا أبطال الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب عند تغذية النشاط البدني لا بد من توفر الزي الرياضي المناسب لكي يساعدني على داء النشاط البدني بشكل صحيح ويختلف الزي الرياضي باختلاف النشاط البدني الممارس حيث أنه الزي الرياضي لكرت القدم يختلف عن الزي الرياضي لكرت الطائرة وكذلك عن ألعاب القوة وأيضا يختلف الزي الرياضي باختلاف الطقس والأجواء المناخية الزي الرياضي في الأماكن الباردة يختلف عنه في الأماكن الدافية والجافة والممضرة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن عند تهديد النشاط البدني يحتاج المؤدي أو ممارس النشاط البدني إلى مكان مناسب لهذا النشاط البدني لكي يساعده على تحقيق هدافه من النشاط البدني ولا بد من توفر عوامل الأمن والسلامة هل ممكن ممارسة كرة القدم في غرفة الطعام بالمنزل؟ غير مناسب أيضا لا يمكن ممارسة كرة السلة أو كرة الطائرة في الطرقات وممرات أثناء مرور السيارات لعدين توفر عوامل الأمن والسلامة بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ الإحماء هو تهيئة الجسم لداء النشاط البدني بشكل صحيح عن طريقة من بعض التمرينات يتساعدني على داء النشاط البدني هناك إحماء خاص يناسب رياضة معينة وإحماء عام يناسب أي نشاط بدني بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنت ممتازين لإحماية الجسم من الجفاف عند أداء النشاط البدني يقوم الجسم بإفراز أو إخراج الماء طريقة التعرق لتعويض هذه السواء المفقود لابد من شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني طيب يا أبطال لأننا في المكان المناسب والوزير الرياضي المناسب كنا مع بعضنا نبدأ في الإحماء المناسب التمريل الأول المشي في المكان التمريل نستعد ابتدي 1 2 3 4 ماشي 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ماشي 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جماعة شب نقت نفس مرة ثانيا أبطال التمرين الثاني ضرعين في الوسط ضع ثانية جدا يمين في أربع عدات والشمال في أربع عدات التمرين استعد ابتدي يمين ثلاث أربع شمال ثلاث أربع اضغط ثلاث أربع ممتاز ثلاث أربع اضغط ثلاث أربع ثلاث أربع اضغط ثلاث أربع آخر مرة جماعة رأيس في الخفض نأخذ نفس مع بعض التمرين الثالث يا أبطال ضرعين جانبا رفع دوران الزراع من الخلف إلى الأمام التمرين استعد ابتدي واحد أثنين ثلاث أربع دوران ثلاث أربع حسنت ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة آخر مرة جمعة تقف ادراع نصف الخط التمرين الرابع يا بطال دورنا لدراع من الأمام إلى الخلف نجد معرفع تمرين استعد واحد اثنين ثلاث أربعة حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 حسنت 2 3 4 دوران 2 3 4 آخر مرة جمع طيف نأخذ نفس مع بعض طيب يا ابطال الآن نصن نهاية الأحمق الجسم صار جاهز إلى أداء النشاط البدني نستعرض مع بعض الآن درسنا لهذا اليوم رمي الكرة إلى زميل المقابل واستلامها رمي الكرة إلى زميل المقابل واستلامها نعرف مع بعض اليوم كيف أستطيع رمي الكرة إلى الزميل وكذلك استلامها من الرمي هي أبطال إما يكون من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل كذلك الرمي يكون بيد واحدة أو بكلتا اليدين مع بعض الآن نشوف الآن في هذه الصورة عملية الرمي نرى الآن ما هي أو تعليف رمي الكرة بالطريقة الصحية يعتبر الرمي من الحركات المناورة التي تستخدم فيه كثيرا من الألعاب وقد يكون هدف من الرمي هو الدقة في التوجيه لنقطة معينة وأيضا قد يكون منه هو الرمي لأبعد مسافة أو قد يكون هدف منه هو الرمي بسرعة لأبعد مسافة ويتم الرمي بيد واحدة أو بكلتا اليدين ويرتبط ذلك بحجم الكرة التي يتم رميها وشكلها ووزنها نشوف الآن في هذه الصورة يا أبطال كيف يقوم الأستاذ برمي الكرة نلاحظ مع بعض حركة الأقدام وكذلك حركة اليدين مع الجسم في أثناء عمية الرمي تقوم تقديم رجل واحدة إلى الأمام وتكون يدين ممدودتان إلى الخلف وأيضا رمي الكرة وتحريك الجسم إلى الأمام متابعة حركة الكرة الآن نشوف الأبطال مع بعض هذا يقوم بعمية الرمي لاحظ حركة اليدين ذراعين ممدودة حركة الجسم نشوف الآن هنا كيف يدين ممدودتين وكيف الذراعين تتجه باتجاه الكرة حيث الأصابع تكون مفرودة ومحيطة بالكرة طيب نشوف مع بعض أيضا بالفيديو يوضح أن أكثر عملية رمي الكرة واستلامها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم نتعلم في هذا الفيديو من شاء الله تعالى عن تمرير الكرة بيد واحدة من مستوى الرأس تعتبر هذه المهارة من المهارات المهمة بكرة اليد سأشرح ما أمامكم الآن خطوات أداها فشاهد معي أولا من وضع الوقوف إحدى القدمين متقدمة على الأخرى ثانيا إحدى اليدين سأمسك بها الكرة واليد الأخرى ستكون في يد الحرة وسأشرح الآن وضع كل يد في تنفيذ هذه المهارة بالنسبة ليد الحاملة للكرة والتي ستمرر بها الكرة ستقوم برفعها إلى مستوى الرأس وثانيا من مفصل المرفق ولاحظ هنا أن راحة اليد لابد أن تشير إلى الأمام وإلى الأعلى كما ترى أما بالنسبة ليد الأخرى والتي لا تحمل الكرة ستقوم بثانيا من مرفقها ورفعها إلى الأمام أمام الصدر ناتي الآن للخطوة الثانية حيث أن اليد تمرير الكرة بتحريك اليد الرامية باتجاه الرمي مع أخذ خطوة إلى الأمام وخلال ذلك ستقوم بلف الجذع وميله إلى الأمام قليلا والآن مع تطبيق المهارة جاهزين؟ تفضل ممتاز مستوى الرأس وأخذ خطوة إلى الأمام متابعة الحركة استمر ممتازين ترجع المعاكسة وممتازين أبطال أحسن وبهذا نكون انتهينا من تعلم وتطبيق مهارة التمرير بيد واحدة من مستوى الرأس دمتم بصحة ونشاط شفنا مع بعض الآن يا أبطال في الفيديو السابق رمي الكرة بيد واحدة ذكرنا فيما سابق أن رمي الكرة بيد أو بيدين اعتمد على حجم الكرة ووزن الكرة والهدف من الرمي مثل ذلك الكرة كبيرة ستترميها بكلتر يدين أو بيد واحدة إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل ولا ننسى من تطلبات ممارسة النشاط البدني الراحة الكافية والتغذية السليمة الزير يغضي المناسب الحذاء المناسب وكذلك المكان المناسب والآمن والإحماء المناسب وشرب الماء قبل وبعد وأثناء النشاط البدني إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس من هذا اليوم أشكركم من حسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر الفهد